وسط التحديات الاقتصادية والصحية والامنية والاجتماعية لا زالت الاحزاب العابثة بمقدرات العراق تمارس ضغوطها على رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وتساومه على مصالح وهي تعلم انه لن يرضخ لمساوماتها فالعراق بالنسبة له خط احمر ومصالح العراقيين يضعها فوق كل المصالح والارتقاء بالواقع المعيشي للعراقيين وحصر السلاح بيد الدولة واجراء انتخابات مبكرة من اولى اولوياته ومع ذلك وبالرغم من ضغوط الاحزاب عليه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق ها هو الكاظمي يفاجئ الجميع يجيب عن الجميع بكل وضوح وصدق وبصورة مباشرة لا لبس فيها بقوله اقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة وارفض اي ضغط هدفه تقويضها هكذا اجاب الكاظمي على كل من يجعل مصلحته الخاصة فوق المصالح العليا للعراق والعراقيين ليس هذا وحسب بل انه اكد لجميع القوى والاحزاب ان الحكومة التي يسعى الى تشكيلها يجب ان تكون بمستوى الازمات وحلولها داعيا الجميع لوضع مصلحة العراق في الاولوية فهل سيستجيبون لهذه الدعوة ويغلبون مصلحة العراق على مصالحهم الآنية ام ان لديهم اجابات اخرى كما كانت لسابقي الكاظمي الايام المقبلة وحدها من ستجيب عن هذا السؤال